جيهة مدسوسة مواقفكم كلها كتمشي ضد المبادئ والأخلاق والقيام وأنكم متصهينين وأنكم لا تمثلون هذه البلد في النقاب الوطني للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفيدرالي الديمقراطية للشغل فوجئنا لما تعرض له الجسم الصحافي والإعلامي بجريدة الأحداث المغربية من تصريحات جارحة ومخيفة وتخوينية في حق الصحفية وصحافي هذه الجريدة من قبل رئيس الحكومة السابق السيد عبدالله بن كيران الأمن العام لحزب العدلة والتنمية ونعتبر أن تضامنا الذي عبرنا عنه في نقابتنا ليس بالأمر الغريب لأنه يستمد أسسه من مبادئ تأسيس تنظيم النقاب الكونفيدرالي ويستمد أيضا مرجعيته الثقافية من تأسيس نقابتنا المركزية الكونفيدرالي الديمقراطية للشغل وبهذه المناسبة وباسم زميلاتي وزملائي في النقاب الوطنية للإعلام والصحافة نجدد تضامننا المطلق واللا مشروط مع صحافيات وصحافي جريدة الأحداث المغربية وأعلن عن تتميننا ومساندتنا لكل المبادرات التي يعتزم الصحافيون والصحافيات اتخاذها من أجل رد الاعتبار لهم وتحسينا لمكانتهم الاعتبارية ونعتبر في النقاب الوطنية للإعلام والصحافة أن كرامة الصحافي المغربي خط أحمر